السلام عليكم إبناء و إبني أمهات و المتتبعات الغالية هذه و كده يدين و لابس عليكم فأنتم منه إن شاء الله أجدكم الفيديو لي في أحسن الأحوال و أحسن الظروف ياربي و مع الفيديو جديد و تحت طالبيتي لكم ظن ماليكن شاركت معكم البسيطلات صغار بالدجاج واللوز جيد كان يطلب ممتلك على البريوات و البسيطلات بالحوت و واللا بريوس بالحوت و مهم أجد طالب هذه جمعات البريوات و البسيطلات و كشيات بحشوة مختلفين في هذا الفيديو كان لدي طالبية بسيطلات بالدجاج بمانحي بوحد الحشوة خطيرة شي حاجة وعرى ومختيال فى زوينة بزرغة عجبكم ان شاء الله وعندي بريوات وشاركت معكم حتى الينام بالحوت هذه الحشوة تقدروا بسيطلات صغار تقدروا ببريوات صغار تقدروا ببريوات صغار تقدروا ببريوات يعني هذه الثلاثة الحشوة التي انا شاركت معكم لأنهم هل punto تقدروا ببريوات صغار تقدروا ببريوات وحساب المهمة وهل ما يحصلون بكم هنا سيكون الثلاثة المملاحات بحشوات مختلفين نشاء الله ببريوات صغار تقدر المحمولات خلال مختلفة ديبة مع جميع التفاصيل لتمل بيع اي شاشة تتعرفوها على الماتف ستبقوا في الفيديو ان شاء الله كيف أكبر لكم بسيطة صغيرة والجلمة في هذه العمارة لينام شاركت معكم بنات لينام بالحود بحشوة التي ستقام عليكم ما هي اقتصادية والاكرر المدك يأتي رائع تقدروا بنام و برايوة ولو بسيطة صغيرة كيف أكبر لكم اختيار و العمارة الثالثة والمملاحة الثالثة برايوة بالكفتاء بحشوة معلكة لديدة تحمق مختلفة سوف ينفعوكم سوف ينفعوكم سواء كنتي قدرين لكم منذ المتتبعات سوف يتابعوني منذ ديورهم سوف ينفعكم هذا الفيديو لأن ثلاثة العمارات التي ستخدمون بهم والذي يكون عليهم طلب الكفتاء الحود والدجاج سوف شاركتكم حلوين باللوز هذا هو مالحي والدجاج يبقى الكفتاء في الكفتاء والسيجار والذي كنتي ومعليهم فبالعواتر في شعبان والاحتف رفدان ان شاء الله يوصلوا لينا لا فاقيدين ولا مفقودين ووصلوا علينا بالصحة والسلامة والرزيق والذي كنتمنى شي حاجة يارب يحققها لها قبل أن نذهب معكم هذه البريوات التي شاركت معكم أريد أن نشاركت معكم هذه الجليبة كنت شاركتها معكم فشي الله وصلتني صوبتها الوزتي الوزتي ترى خياطة عندها محل الخياطة تكرير القفاطة وتكاشف الكراء والخياطة وتبيع جاهز تبيع جليبة في فنين واحدة كثيرتها تحمر شاهدوا البناتوب تبارك الله كيف تحمر الكاشمير سخون شاهدوا الخياطة المتقونة واتمينة مناسبة إن شاء الله نردها تجلبها والتي تحطى عليها شكراً فهذه البريوات شكيلات الألوان وموضيلات جليبة تحطى بك البرد لديها في فنين تحطى بكاروات وموضيلة تحطى بالكاروات لديها في الألوان وموضيلات في فنين وهناها لزتي قلو لديكم من طارة السناء إن شاء الله تدري معكم 8 جميع وراءة تصور لكم الموضيلات وحتى طوال عبارة لكم تفصل لكم وتخيط لكم على ضبكم وكنتمنى إن شاء الله تكون كنفيدكم في كل شيء لا تستفدوش مني تستفدو مني تستفدو مني تستفدو مني نشاء الله بإذن الله تستفدو مني في الميعنات في الكوزينة تستفدو مني إن شاء الله مع الوصفات اللي غنشارك معكم اليوم أول حاجة البنات غنبدو بالبسيطة لديها الدجاج مالحين كي يأتي بوحد العمارة رائعة هنا البنات عندي نص دجاجة طرف دي السدر سدر وفخد نص دجاجة كاملة اللي درت مغصولها مزيان بالحامد والملحة ومحيدة جلدة ديالة درت عليها نص حامدة ثلاثة الفصوص ديالة نص ديالة الزعتر ترسل لديها تذكر المصطفة لديها ترجمة الزعتر خدارية كذلك نمتعد لديها ورقة نمتعد نبغان لديها مليحة تقريبا نبغان 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 لديها الزجاج في المرقب يستخدم الملح في المنطقة السودانية تبدو التوابل في الودة أعشاب المنسّمة و نخطي طبب اضافة الوطاط سوف تجربة الوطاط يمكنك التقليد من الماء سوف نضيف الوطاط اضافة الوطاط سوف نضيف الوطاط اضافة الوطاط و نصفيه يكون طاب و يتجابه و يكون من السم سوف نصفيها سوف نحيد منه اعشاب المونسي ماء و الحمضة مربعات من الأضافة سوف نضيف الوطاط كنا نضيف المونسي استخدمت الخطارية تقريبا 4 فخطارية على نسخة الزيت الرومية و الزبدة سوف نضيف البوطة تشحر البصلة البصلة الخضرية تقدم مادة قوية في العمارات بنينة دبرة موجودة ستستغلوها في العمارات سوف نضيف البصلة سوف نضيف البصلة سوف نضيف البصلة علبة الشامبينيون سوف نضيف البصلة مغلق نضيف البصلة الزيتون سوف نضيف البصلة أحياتي سوف نضيفه مع العمارة سوف نضيفه مع العمارة سوف نضيفه معلقة الربيع معلقة الهريسة معلقة الموتاغد معلقة السلسة سوف نضيفه سكينجبير كامون لأن الحمض مصير مالح زيتنا مالح سوف نضيفه جدا سوف نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه نضيفه مع التواب والصلا على إقوم التجاج اليوم نضيفه مختلفه سوف نضيفه لأجب التجاج نضيفه مع أكثر نضيف فرمج نضيف فرمج نضيف فرمج نضيف فرمج نضيف فرمج نضيف فرمج كاملين وجدتهم نهار قبل ونهار غير عمرت فيه ولكن باش منتلفكم انا يا عنا دير ليكم كل عمارة غانو نوشدها معاكم وندير معاكم الطويان ديالا باش ما تتلفوش هنا يا را كنت خليت الغدلين عادة باش عمرت مهم هنا يا خديت الورقة ديال البستالة الكبيرة كنا نخد هتسير كل ديال البستالة كين صغير الميني بستالة وكين الكبير بالنسبة لعبارة البنات الكبير فيه 8 سنتيم وهتصغير فيه 6 سنتيم انا يا الميني كنبيع هاد البسيط لساده الميني بسبعة درهم وهديك الكبيرة ب13 درهم مهم هدو التامان ديالا والبنز تدي الاتجاج اللوز كنبير لهم نفس التامان لان حتى هدي فيها الفرماش فيها الدجاج فيها بزاف ديال المكونات كي تقاموا بحل بحال صافي هنا يكفي ماشتو كنبق نحط دك السيركل كنقطع عليها القياس باش جيدك المسطيلة نيشان ما مضيحش لي الورقة نهائيا انتم مشتو طريقة تقطع ديالي كنقسم الورقة على ثلاثة الاشريطة وهذه كل الاشريطة كنقسم يوم كم محل كنبيه في الوقت قلب تضيف السيركل على مرة السياد يجمع بحالة التالي يقع بحالب زياد والسودت وبع peeنزة ومسطة ذيالي يوم كنبيه احضار حفال الفيديو وفضل التالي وتغير 9 ساقر بحالب زبدة وزيت وضيفة 7 سوى خلال لمسطة 7 ساقر من قليل ثلاثة المياه ما مهو Çünkü وضيفة ميزة وتغيره وفضل جدا تنفيه وكبتنما على حفال التقليل الصغير وكبتنما على نطبيل الصيف يوم التحديثة المدينة المشطيل والسوداء و الم فعالي تجمعون بسطيلة مجموعة ومقادة تريدون أن يكون مجموعة ودفع البنات لانهما تريدون أن تجمعون على تغيير قريبا ومن الناس يتمكنهم أفضل تجمعون بسطيلة ويجعون لغاية قبل البسطيلة ويجمعونها في الجهة الأخرى لن يجبون حقاً تجمع البسطيلة تجمع البسطيلة تجمع البسطيلة تجمع البسطيلة تجمع البسطيلة تجمع البسطيلة 4 بصلات 3 أكبر تشلطهم في الهاشوار تشلطهم في المقلة مع نسكاس دية الزيت الرومية كان شحروا البصلة حتى كدبا لحتى كالطيب كيف ماشته ضروري نزيد لنا يا حبة وحدا دية الخيزو حكيتها في الحكاكة الرقيقة باش هدك الخيزو ما كيبقاش بايين نيائين منيك طيب ما كيبقاش يبان سوف يغن شحروا واحد شوية حتى هو مع البصلة ومن بعد غدا نضيف الكفتة لبنات الكفتة أنا درت الكفتة دية اللادان هنا عندي عشرين درهم دية الكفتة لبنات مطحونة غيبو حديثة لبنات تحنوا على يدكم من الأحسن زيت لاجوج مع القبار دية القزبر ومعدنوز توا بالمليحة ليبزار سكن جبير القزبر يابس مطحون داروري في العمارة دية الكفتة كي أعطيها مضا قزوين الخرقهم البلدي هتشي كامل نصمع القا صغيرة تحميرة تهيي كنوفيو شوية باش تعطينا اللون وهنا يلكامون كنضيف منه توا نصمع القا صغيرة والهريسة حسب الضوق السودانية والهريسة مع القا كبيرة دية لسلسة السوجة وغن تشحروا الكفتة مع هالتوابي اللي ضفنا ومع البصيلة وخيزوها كيحتة كيدخلها الطيب الكفتة ملي تكونوا تشحروا فيها بقوا وتحلوها لأن الكفتة ملي كيتوصلها العافية كتجمع بحلقة كتجمع راكم فهمتوا شو بغيت نقصن سوف كتبقوا وتحلوها بدي كلمع القا وكتفرتوها وانتوما كتشحروا فيها انتوما شحرات لي العمارة كيف ممشته طابت مزيان كتجي هال العمارة بنينة هادي في البريويت كتجي وعرة هاي جربوها ان شاء الله البنات هيعجبوكم هنا باكية دية الفيرميسين نفس الباكية الصغيرة اللي فيها جوج مرثويات اللي درت في الجاج رطبتها في المطايب صفيتها مزيان قطعتها بالمقص طريفات صغر وضفتها ديما البنات 20 درهم ديال كفتا والعشرين درهم ديال الدجاج دروا فيها الباكية الصغيرة ديال الفيرميسين اللي كيكونوا فيها جوج مربعة كاتجي هيocc كاتجي قد العمارة قد العمارة مكاتجيش الفيرميسين الغالب على العمارة ولا كاتجي العمارة كتيرة والفيرميسين القليلة كيجيوا قياس واحد هذا هو العبر وحتى الدجاج هذيك نصو دجاجة صغيرة تقريبا ثلاثين درهم صغيرة تضيف الفرماج و ضيفه البوطة و اضيفه حفنات من الفرماج الحمر لكي تجد التعليقه في الكفته بالخصص هذه العمارة ضروري من هذه حفنات الفرماج الحمر يجب أن تقوم بعمل عمارة من الممكن ان نفضل الفرماج الحمر لأنك يعطي البنه والتعليقه سوف نحرر الكورت هنا يرطف البوطة سوف نضيف الفرماج الحمر لتقصص هذه العمارة سوف نحرر الكورت في العمارة و نضيفها قليلا و نضيفها تبرد كما قلت لكم الابنات انا هاد العمارات تبت لاتة وجدتهم نهار قبل و كاملين غطيتهم و احتفت بهم في تلاجة حتى الغضلين جبت كيلو و نص ديال الورقة كل العمارة هزت لي نص كيلو ديال الورقة بالضبط هاد جبت الورقة في الصبح ولقيت العمارات كلهم عندي موجودين و بديت نعمر كما قلت لكم تعمار دياله لكما نضيفكم سوف نضيف العمارة بعد ما كانت بردات و كيف ماشته تبارك الله قد تأتي عامره بالكفتة و قد تأتي الديدة كما نأخذ القياس ديال الورقة انا هنا كيلو و نص قد نف ثلاثة ديال الورقة كل العمارة هزت لي نس كيلو ديال الورقة سوف نخذ الورقة الكبيرة نقسموه على ثلاثة الأشريطة لانا نضيفه بريوات كبارين شوية ماشي صغار كنحلو الورقة ديالنا و هنا بالخصص الطويان ديال الابريوات جاني حتى في الكومنترات قلتوا لي شاركي معنا الابريوات و الطويان ديالهم شحال من أخت كتلقى صعوبة في الطويان ديال الابريوات كي يغلبها مهمة ما يغلبو كختي موالو كتشدي الورقة ذاك الشارت اللي قسمنا كتسرحي كتنين نصو والخصوص اللي بغيت يديري هاد القياس ديال بريوات هادو انا بعتوه بستدرهم بستدرهم الوحدة كي يجيوا تبارك الله كبارين و عامرين كتاخذي الورقة كتنين نص ديالها الوسط كتدهني بشوية زبدة و الزيت كتحطي تقريبا واحد المعلقة كبيرة زيان عامرة في الراس ديال الورقة كتردي الجيهة كتبقى غادية كتردي الجيهة كتبقى انتي مو الفيديو را موضح لكم كتر ما كنشرح انا غي كنبغي نبسط لكم بالشرح وصافي اما في الفيديو را تبارك الله كل شي واضح انتو ما كتشوفو كتسرحوا الشارت كتنينو هكي النص ديالو شوية الوسط من اللي تحطو العمارة هزو من الفيرميسيل ومن الكفتو من كل شي كتجي البروا ديالكم عامرة من بعد كتاخذوا القند ديال الورقة انتو مرة بدأت لكم فيديو كتديوه لديك الجيهة وكتعاودوا تردوه الجيهة الاخرى وكتقادوا القناة ديال البرايوة ديالكم مزيان وكتبقوا غادين كتتعاول هاد الجيهة والجيهة الاخرى حتى كتكملوا وانتو ما كتدهنوا بالزبدة والزيت هادك الشوية اللي كيبقى لكم في الاخر كتدخلوه في الجيهة اللي كتكونوا موالية رباين عندكم الفيديو وش كتجي البرايوة فين يوم قاد ومانا نعود معكم واحد اخرى غيب شوية كتسرحوا الورقة ديالكم كتبنيوها الوسط كتدهنوا بشوية ضروري ما تدهنوا الورقة بش متجيش ناشفة العمارة ديال ما كنهزو منهن شوية من الفيرمي السيل ومن الكفتة كناخدوا القنت ديال الورقة اللي كيجي خارج كنردوه لديك الجيهة من الهي كنعاود ردوه كنقادوا القناة مزيان وكنبقى ونديوه البرايوة ديالنا من الجيهة حتى كنوصلوا لنهاية ديالها دك شوية كيبقى خارج كندخله في الجنب صافي البنات طريقة ساهلة زيعم ما عندكم مات متلفوا وزيدون ديما البنات زيعم الحجم اللي كنديروه اول مرة ربا يمكنش تصدق لينا في ذيك اول مرة رغصنا نديروها ونعاودوها ونعاودوها انا دبا النهار اللول ملي الله بديت ربا صدقاتش لي البرايوة تا انا درتها وعاودتها عادي قد لقي الصعوبة هنا انا البنات را وريتكم قبيلة وحدة بوحدة بوحدة كي نوريكم زيعم الطريقة مزيان اما انا يكون عندي شي كومون كنسرح ستاة سبعات العشرة ديال الورقات الطريقة اللي وريتكم كاملين كنهز العمارة كنحط فيهم القيص ديال العمارة 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 كاملين او من بعد كنبدا نطوي وحدة مرة وحدة وحدة بهالطريقة كنحس براسي انني كنزرب انا ايها كي نختم بعد المرات را نقدر نحط عشرة ديال الورقات نقاددهم وندير فيهم كاملين العمارة بعد نبدأ نطوي وحدة مرة وحدة وحدة حتى نكملهم كاملين هاك كيمة كتت واللهي لهالطريقة هادي كتتتزربي فيها لان البنات كتتسرح الورقة في خطرة العمارة كتتحطي كل وحدة القيص ديالها كي يجي قياس واحد ديال العمارة ومن بعد طويين كتبقي طوي وحدة مرة وحدة انا انا ارد من اللي سرحتهم دهنتهم بالزبدة والزيت فما نحتش رمقان دهن فيهم صافي الدهنة الولى صافي لان غايطة بغيف الفران صافي حتى كملتهم كاملين وغندخل بلاطو الفريقو يجمدو انا دي مملكة نسالية تعمار كتدخله الفريقو باش الورقة كتشد رازة وفي الطيب ما كتتحليكم موالو هنا يغندو زل العمارة التالتة ديال الحوت ديجات واعرة كتجي بنينة وساهلة كيف ماشتو البنات هنا جوج فلفلات كبار ولا ثلاثة الفلفلات حمرين ضروري يكونوا حمرين تقريبا 1-4 كاس الزيت البلدية واحد معلقة كبيرة تكون عامرة مزيان ديال الزبدة وكنشحروا الفلفل حتى تطلق اللون الحمر ديال الزيت كي يولي حمر كنشحروا حتى كدبان من بعد تجوج مع القبار ثلاثة الفصوص ديال تومة محكوكين نص حمدة مصيرة مقطع طريفات صغارين معلقة كبيرة ديال صلصة السوجة توابل مليحة كامون تحميرة قصبر يابس مطحون والسودانية وكنشحروا هالتوابل مع ذيك الفلفل هادي الشرمولة ديال البسطيلة والحوت كدجي بنينة جربوها بالطريقة هادي الشرمولة وجدناها من بعد كرمي عليها الحوت اللي توفر لينا انا هنا اخذت الكالامار والكروفيت كروفيت تقريبا 1-450 جرام والكالامار تهوى هكا يقول السيبيا اللي توفر ليكم هادوش انواع الحوت اللي درت انا كي جيوزوينين في البسيطلات هادو برايوات ديال الحوت وديروها لينيم تقدرو توضفوها فاللي بغيته تسحرو ذاك الحوت مني كتدير الحوت تسحروه شرمولة تكايطيب من بعد تزيدو لي باكية ديال المربيسيل باكية دولة تبديوه تبديوها تسحروه كمية اللي بقاتت ليادي الورقة تقريبا نص كيلو قسمتها على شكل متلاتات تقسموها الورقة على أربعة تعمروا الينيم وصيغار بشكل عادي تضع العمارة الوسط تضع جنيبات على بعديتهم و تروليو الصغير ديما زليفة و كاصرونها زبدة والزيت تكون حداكم تقود ديرو فيها يدكم لان بالخصص لك انتو غطيبوهم في الفران ضروري ما تدهل الورقة باش دي ميد موزوينة لكن تغطيو اللينم و غطيو البريوات في الزيت فضروري تسدوهم بالماء والطحين في ذاك الافة اللخر ديك ملكة تكونوا كاتروليو ديك القنت اللخر كتسدوهم بالماء والطحين باش مايتحلش في الزيت إلا كنتو غطيبو في الفران فكتدهنو غير بالزبدة و الزيت باش يجوها كما يجوش ناشفين سوف يحتى بالنسبة لي نعمال بنات بنفس الطريقة كنسرحها كتسرحوا ثلاثة أو الأربعة دي المثلاتات كتحطو العمارة في خطرة وحدة في دقة ومن بعد سوف تقدو القيص دي العمارة نيشن كتدوزوا الطويو يعني هالطريقة كتجي عملية وسهلة بنفس الطريقة غنكمل لهم الطويان كاملين وكندرو البلاطون إش الدراسوا في الفريقو ومن بعد سوف نوريكم طريقة الاحتفاظ بيهم في المجمد اللي بغت توجدهم إن شاء الله لرمدان و بغت تحتافظ بيهم في المجمد أنا غنوري هالطريقة هانتو ما شوفوا البسيط اللي كان وجدهم وكندخلهم شوية لفريقو كي يجمدو كي شدوا راسهم كتولي وتهزوهم كيف ما بغيتو كتتحكموا فيهم ما يتحلوا موالو مهم أنا كان أعطاكم البنات الطريقة اللي كان أخدم بيها أنا بالتفصيل والله العادي ممكن قولها لكم واحد وثاني كل واحدة وطريقة ساركين أخواتهم متبعيني كي يخدموا لي كوموند عندهم طريقة مختلفة مهم كل واحد وكيفاش كي يخدم هالطريقة كتجيني سهلة هنالي البنات ديما بليتبغوا تحتافظوا بيهم في المجمد كتتاخدوا بوطة كتحطوا حد طبقة ديال البريوات ولا البسيطات ولا اللي كان كتديروا فوق منهم بلاستيك ولا السلوفان اللي توفر لكم ما بين كلها طبقة وطبقة داروري كتديروا السلوفان ولا البلاستيك لأنه ملي كي يجمدوا كي يتلاقسوا ها بل بعدياتهم الكتابي الفحام دقت بيهم字 من سيرحن فوق من المكهر وكلrs الوبطة كنتجمعون في البوطع فنجمعون فوق طبقة داروري ما بين كلها طبقة وطبقة كتديروا البلاستيك ولا السلوفان لانركس pois dışنłę السلوفان عمالي وسهل فهرة ديت بنفس الطريقة بالنسبة لي yayمو لي اللبريوات الا الكت O تخطيها في بلاستيك ميكا والسلوفان و تعودوا تدروا طبقه آخر و تعودوا تدوزو عليها السلوفان بهالطريقة هادي تسدوا البوطة ديالكم زيان و تحتافظوا بها في المجمين مهمة البنات بالنسبة للأتمينة ديال بيع كيف ما قد لكم في الأول مالي كانت كانت طوي في البسيطلات والبريوات البسيطلات سبعة درهم البريوات ستدرهم ولينيم اللي بالحوت ثمانية درهم لأن البنات كيف مشورة فيهم الكروفيت والكالامار عامرين بالحوت و هنا يا البنات سنختم معكم الفيديو ديالي سلام عليكم و منطلقوا فيديوات جاية ان شاء الله خليت لكم الراحة